اشتركوا في القناة في موضوع Multi Objective Evolutionary Ergorithms فهنتكلم على Clustering على الفاضي والزاي بنوجد Best Compromise Solution هتلاقينا ان احنا في المرحلة ديت من الكورس تاعنا وخلال محاضرة النهاردة هنشوف ازاي ممكن نعمل Reducing او نقلل البريتو Set باستخدام ففي طريقة معروفة اسمها Assemble Clustering وفي طريقة تانية معروفة اسمها Set and Centroid بعد كده هنروح على الفاضي Approach وهنشوف ازاي بنوجد Best Compromise Solution هنتعرف على Main Features او العناصر الاساسية Multi Objective Optimization Technique بعد كده هنروح على Multi Objective Barreto Front والSearch Space فهنتعرف على Convex Search Space وهنتعرف على Non Convex Search Space فتاني هنلاقي ان فيه عندنا مجموعة من Notation N هي عبارة عن Set of Integer Numbers عندنا NX دي معناها Number of Parameters بنحاول نعمل لها Optimization عندنا NB دي معناها Population Number عندنا NG دي معناها Generation او Iteration Number عندنا N Objective ودي معناها Number of Contradicting Objectives او عدد الاهداف المتعارضة عندنا N Barreto ودي معناها Number of Objectives اللي موجودة في ال Barreto Front وعندنا حاجة اسمها ال End Set ودي ال Maximum Size لل Barreto Set طيب تعال نشوف ازاي بنعمل Reducing Barreto Set by Clustering او ازاي بنقلل ال Barreto Set باستخدام ال Clustering في المحاضر اللي فاتت شوفنا ان عندنا حاجة اسمها ال Barreto Set طيب خلينا نقول ان احنا عندنا على سبيل المثال 20 Non-Dominated Solutions موجودين في First Generation بعد كده بقى عندنا 15 Non-Dominated Solutions في Second Generation او في الجيل اللي بعده لما جينا قررنا العشرين مع الخمستاشر Non-Dominated Solutions قبل ما نعمل New Non-Dominated Solutions من الخمستاشر والعشرين الجودات بقى عندنا 33 Non-Dominated Solutions بس احنا هدفنا ان يبقى عندنا 30 ففيه 3 زيادة عندنا في Non-Dominated Solutions ازاي نحل المشكلة دي فهتلاقي علشان نقلل العدد مثلا من 33 ل30 فمعنى كده ان احنا عايزين نطبق حاجة اسمها ال Clustering ايه ال Clustering احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت انه بيبقى عندنا 2 Contradicting Objectives J1 و J2 على سبيل المثال بيبقى عندنا مجموعة من اللي موجودة هنا بيبقى عندنا في طبقة في الاول بنقول عليها ال Barreto Optimal Front فال Barreto Optimal Front خلينا نفترض ان هو زي كده ادي حل رقم واحد الحل رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبت فمجموعة الحلول اللي عندي دي فنفترض ان انا بدل ما عندي سبع حلول عايزهم يبقوا ستة فمعنى كده ان في عندي حل اضافي فممكن اعمل Circle زي اللي انا شايفها دي اشوف انهي حل فيهم مناسب لي واخليه طيب ازاي اشوف انهي حل فيهم هو اللي مناسب واشيل واحد واسيب التاني فهتلاقي ممكن اطبق حاجة اسمها Simple Clustering طيب ايه هي Simple Clustering طيب علشان نفهم Simple Clustering خلينا نفترض ان احنا عندنا سبع Non-Dominated Solution وعايزين نقلل السبع Non-Dominated Solution اللي موجودين في البريتو ست لخمسة Non-Dominated Solution ازاي ممكن نحل المشكلة دي فمحتاجين ان احنا نطبق حاجة اسمها Clustering في البداية هنقيس المسافة ما بين كل العناصر اللي موجودة في البريتو Optimal Front او البريتو Optimal Set بعد كده بعد ما هنقيس المسافات ديت هنجيب فاصغر مسافة ما بين اتنين Non-Dominated Solution بالنسبة لي هم دولة اللي اتنين اللي انا هقول عليهم انه هم Cluster فبعد ما قست المسافات ما بين كل السيريوشن لقيت اصغر مسافة عندي ما بين سيريوشن X1 مثلا و X2 هيبقى عندي X1 و X2 هم دولة السيريوشن اللي موجودين عندي جوه Cluster واحد فيهم هعمل له Eliminate وهطلعه برا والتاني هخليه موجود عندي في البريتو Optimal Set فالطريقة دي عندي معروفة بانها Simple Clustering الطريقة دي فيها عيب ايه العيب دوت ان ده ممكن يقلل الـ Diversity او التنوع اللي موجود في البريتو Set وده طبعا عيب مؤثر لان احنا قلنا احد اهداف Multi Objective Optimization ان احنا نضمن ان البريتو Optimal Set فيه Diversity او فيه تنوع ازاي ممكن نكتب الكلام ده في شكل الالجوريسم هتلاقي الالجوريسم كالتالي اول حاجة هنقول Initialize Cluster Set لكل individual عندي بعد كده ازا كان عندي Number of Clusters اقل من او تساوي الـ End Set معنا كده هروح Step 5 ازا كان غير كده يبقى انا محتاج اعمل Clustering فهروح ل Step 3 فمعنا كده هحسب كل المسافات ما بين الحلول بحيث ان Distance DI ما بين Cluster C1 و C2 هتبقى عبارة عن Average Distance او المسافة المتوسطة ما بين كل الـ Individuals فبحيث ان Distance دي هتساوي J1,I Minus J1,Q وهكذا لحد عدد Objectives ان Objective بحيث ان هحسب كل المسافات ما بين الحل الاول وكل الحلول والحل التاني وكل الحلول والحل التالت وبقية الحلول اللي موجودين في البريتوسات بعد ما طلعت كل المسافات هشوف امين فيهم اقل مسافة ما بين حلين فكل حل عندي انا هعمله Representation على انه هو Cluster فمعنا كده بقى عندي فيه Two Clusters لحلين المسافة ما بينهم قليلة جدا هدمجهم مع بعض بناء على اصغر مسافة وهعمل Eliminate هشيل واحد عندي من الحسبان وهسيب التاني وابتدي اطبق العملية دي من اول وجديد لحد ما اوصل للن ست بتاعتي خلينا نفهم الكلام دوت بمثال خلينا نفترض ان احنا عندنا Optimization Problem وعندنا اتنين Contradicting Objectives وعندنا ادي الفرست Objectives لسليوشن اي وعندنا ادي السكن لسليوشن كي فمعنا كده الDistance عندي هتبقى فانا كده جابت طيب فنبترض ان عندي ثلاث اهداف متعرضة فمعنا كده ان الDIK هتساوي ده مينس ده سكوير بلس ده مينس ده سكوير بلس ده مينس ده سكوير فتاني انا بالشكل ده جابت الاكوليديان ديستنس طيب هتلاقينا علشان نحل المشكلة بتاعة الDiversity هتلاقي ان فيه طريقة تانية من الكلاسترينج اسمها السيد والسنترويد فاذا الكلاستر عندي موجود فيها تلاتة او اكتر Non-dominated solutions فاول حاجة هناخد السنترويد من مجموعة من الحلول بعد ما هنوجد السنترويد هنبتدي نختار قرب نقطة في المجموعة للسنترويد ومعنا كده هتبقى هي دي الاكويفلاند للكلاستر وهنعمل Elimination او هنزيل كل الحلول الباقي فالحل هيبقى بسيط ازا انا عندي اتنين موجودين في الكلاستر معنا كده ان هسيب واحد فيهم هاخد واحد وهرمي التاني بشكل عشوائي فمعنا كده ان هاختار واحد فيهم بشكل عشوائي وهرمي التاني مش ااخده في الاعتبار ازا البريتو اوبتيمار سيت عندي كانت اكستريملي لارش او كانت كبيرة جدا ومعنا كده ان تقليل العدد من النندومانيت السيليوشن هيبقى فيه مفضلة ده طبعا اكيد بالنسبة للديسيشن ميكر فهتلاقي علشان كده طلق لنا حاجة اسمها افيريج لانكيج بيست هيراريكال كلاسترينج الجوراسم اتكتب عن طريق الباحث الخطوات اللي جاية فاول خطوة عندنا هنقول او هنطبق الكلاستر سيت بحيث ان كل حل عندي موجود في البريتو سيت هو عبارة عن كلاستر ازا كان عدد الكلاستر اقل من ان بحيث ان الان دي هي عبارة عن معنا كده هنروح غير كده يبقى هنبتدي نطبق الكلاسترينج باستخدام السنترويد مسوط فهنبتدي نحسب المسافة ما بين كلاستر بحيث ان المسافة المتوسطة ما بين مجموعتين من الكلاستر او اللي احنا بنقول عليها الDC بتساوي 1 over N2 N1 مضروف في السميشن DI1 I2 حيث ان N1 و N2 هي عبارة عن عدد الافراد اللي موجودة في الكلاستر C1 و C2 والفنكشن DC هتلايها دي بتوصف المسافة بالنسبة للobjective space ما بين الIndividuals I1 و I2 بعد كده هنبتدي ناخد اتنين كلاستر بحيث ان المسافات ما بينهم هتبقى اصغر مسافة وهنعمل لهم عملية دمج بحيث ان 2 كلاستر دولت هيبقوا كلاستر واحد وبعدين هنبتدي نرجع تاني لخطوة رقم اتنين نشوف هل بقى عندنا عدد الكلاستر اقل من N اذا الفعلا الكلام ده حقيقي يبقى هنروح لخطوة رقم 5 اذا جير كده هنبتدي نعيد عملية الكلاستر جديد من اول وجديد دلوقتي خلينا نروح على الفاضي approach ونتعرف على best compromise solution extraction بمجرد ما انتهينا من بريتو optimal set ل non dominated solutions الخطوة اللي بعديها ان احنا عايزين نوجد best compromise solution ليه عايزين نوجد best compromise solution لان احنا عندنا بريتو set وقلنا مفيش حل في بريتو set احسن من التاني بس في مجال optimization عايزين ناخد حل وحيد ونقول انه احسن حل فطبعا هنقول على الحل دوت اللي هو best compromise solution لان زي ما بنقول ان في حاجة اسمها decision maker judgment بحيث ان احنا ممكن نبقى متحيزين لحل عن التاني بس علشان نحل مشكلة التحيز دوت فبنتبق حاجة اسمها الفاظي بحيث ان احنا بنطبق الممبر shape function زي ما درسنا في الفاظي logic control فبيبقى عندنا member shape function بحيث ان هي بتبقى يقام واحد يقام صفر يقام ما بين البنين فعلشان تبقى ما بين البنين فهنقول ان هيبقى عندنا objective function k maximum value بتاعتها ناقص objective function بتاعتنا مقسوم على objective function k maximum value بتاعتها ناقص j من k او minimum value objective function بحيث ان k بتبقى رقم 1 2 3 لحد عدد objective function فكيه هنا بتقول لي objective function دي لانهي objective هل objective الاولينية او التانية ده في حالة ان انا عندي two contradicting objectives اذا عندي 3 فالكيدي هتبقى رقم ما بين الواحد لحد 3 بحيث ان j min وال j max هي عبارة عن minimum وال maximum value وال membership function هتلاقي ان هي هيبقى ليها range ما بين الصفر وما بين الواحد زي الشكل اللي احنا شايفين قدامنا ده هتلاقي بالنسبة لكل non-dominated solutions فهنحسب النormalized membership function اللي هي mu i فدي هتساوي sum من i equal 1 لحد number of objectives mu i k مقسوم على sum mu i k من i equal 1 لحد number of objectives من k equal 1 لحد عدد solutions اللي موجودة عندي في الparito set بحيث ان n barito هي عبارة عن عدد non-dominated solutions والn objective بتوصف number او عدد contradicting objective مجرد ما حسبت العلاقة دي هلاقي ان best compromise solution هيبقى متعلق بالmaximum value للم u i فطبعا انا هيبقى عندي mu i وال i تبقى واحد اتنين ثلاثة لحد عدد كل solutions اللي موجودة في الparito set فطبعا maximum value للم u i هي دي بتقولي ان ده best compromise solution ازا جينا نشوف الكلام دوت على المتلاب فهتلاقينا انا لما بكتب الالجوريسم يبقى عندي هنا مثلا بعمل create initial population دوت العدد من the iterations بعد كده هيبقى عندي الموضل بتاعي بتاع decimotor لما كنت بطبع عليك control فبطلع لي مجموعة من objective بعد كده بوجد وطبعا انا هقلبت المشكلة بتاعتي بدل ما كانت single objective لم multi objective بعد كده بوجد بعد كده بعمل بعمل clustering وبعد ما عمل هتلاقي بحاول اعمل extract ل compromise solution فعمل كذا function كل function بتؤدي حاجة معين بحيث ان ازا عمل run هتلاقي ان طلعلي objective one وobject two فطبعا انا بحاول اعمل وبيحاول اعمل فطبعا الحلول اللي باللون الازرق دي كلها هي عبارة عن وال اي حل عندي باللون الاحمر فهو بي سيطر على مجموعة كبيرة من الحلول فطبعا الحلول اللي باللون الاحمر هي ال-set او مجموعة non-dominated solutions وبعد ما بحسب ال-non-dominated solutions بطبق الفوزي membership function وبطبق الفوزي rule علشان اوجد best compromise solution اللي هو باللون الاخضر فتاني الحلول اللي باللون الاحمر ديت هي عبارة عن او ده عبارة عن ال-search history الكلام ده كله وده اسمه best compromise solution فمعنا كده ازا رجعنا للسلايد تاني وبتدينا نشوف المين features multi objective optimization techniques هنلاقي ان اولا بيبقى عندنا dominants وباريتو optimal solutions بعد كده عندنا guidance للsearch towards the barrito optimal region بعد كده بنحاول نعمل maintain population diversity بالزال في الbarrito optimal front بعد كده بنحاول نقلل الbarrito optimal front بحيس ان احنا بنعمل clustering وعلشان نتجنب اي تحيس او علشان نتجنب ان مايبقاش الbarrito optimal front بتاعنا ضعيف او weak فبنحاول نطبق set والcentroid بدل assemble clustering وفي الاخير بننتيب حاجة اسمها الفاضي approach للbest compromise solution دلوقتي خلينا نروح على multi objective barrito front والsearch space هتلاقي في حالة multi objective barrito front هتلاقي فيه عندي figures مختلف فلنفترض مثلا ان عندي two objectives موجودين في barrito optimal front فممكن نلاقي ان يبقى عندي الفيجر بالشكل دوت حيس ان دوت barrito front اللي فيه الخط ودية search space طبعا دي الحلول دي بالنسبالي مش ذات اهمية انا اهم حاجة عندي الحلول اللي موجودة في barrito front بس برضو ممكن الاقي barrito front بالشكل دوت وممكن برضو الاقي ان barrito front عندي بقى بالشكل دوت الحالات دي على two objectives تقدر تتخيل نفس الكلام اذا عندي اكتر من two objectives فدلوقت شايفين ان barrito front ممكن يكون ليه اشكال مختلفة ممكن يكون شكل زي كده ممكن يكون شكل زي كده ممكن يكون شكل زي كده multi objective optimization problem فمن هنا تعال نبتدي نتعرف على convex search space والnon convex search space خلينا الاول نبتدي بالconvex search space بنقول على convex search space انه convex search space اذا احنا عندنا حطينا اي نقطتين عندنا في search space داخل barrito front ورسمنا خط مستقيم ما بين النقطتين ان احنا ما خرجناش برا barrito front فنفترض ان عندنا النقطة دي والنقطة دي اذا وصلنا ما بينهم خط مستقيم فهنلاقي ان احنا ما زلنا جوه barrito front نفس الكلام هنا اذا حطنا نقطة هنا مسلا واي نقطة في اي مكان برضو داخل barrito front وصلنا خط مستقيم ما بين النقطتين دولت فهتلاقينا ما زلنا داخل barrito front فبدا ما احنا داخل barrito optimal front فبنسمي search space دوت عندنا convex search space طيب ازاي نعرف ان search space عندنا non convex search space خلينا نفترض ان احنا عندنا figure زي كده فاذا عندنا barrito front اذا حطنا نقطة في search space داخل barrito optimal front وحطنا نقطة تانية داخل barrito optimal front وابتدنا نوصل خط مستقيم ازا لقنا ان الخط المستقيم بتاعنا خرج برا curve يبقى معنا كده ان دوت non convex search space نفس الكلام هن ازا رسمنا نقطة في المكان ده ورسمنا نقطة في المكان دوت والنقطة دي كانت داخل barrito optimal front والنقطة دي برضو كانت متغطية في barrito optimal front لما جينا نرسم خط مستقيم لان ان الخط بتاعنا خرج برا barrito optimal front فمعنى كده ان ده عبارة عن non convex search space فده الفرق ما بين convex search space وال non convex search space وده كانت محاضرة سريعة بحيث ان احنا تكلمنا فيها عن barrito set تكلمنا على clustering تكلمنا على simple clustering والset and centroid clustering تكلمنا على phasy approach والbest compromise solution وتعرفنا على العناصر الاساسية الموجودة في multi objective optimization problem وانتهينا بالconvex search space وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة ومع السلام